بسم الله الرحمن الرحيم نتحدث اليوم في محاضرتنا عن وعدات تركيز المحالي طبعا معروف ان المحلول عبارة عن عشان هيك بنقول ان إذن بنقول ان التركيز عبارة عن كمية المذاب الموجودة في كمية محددة من المحلول كمية محددة من المحلول وعندنا طبعا مجموعة من الطرق اللي احنا ممكن نعبر عنها مجموعة من الطرق الممكن نعبر عنها في معرفة التركيز اهم هذه الطرق او حنتناول ان شاء الله طريقتين الطريقة الاولى بيرسنت كونسنتريشن والطريقة الثانية المولارية عند مولارية نتكلم عن الطريقة الاولى اللي هو بيرسنت كونسنتريشن بيرسنت كونسنتريشن بيرسنت كونسنتريشن بين قسم الى ثلاث انواع ممكن نعبر عن تركيز بالنسب المقوية النسب المقوية بالكتلة ونسب المقوية بالحجم ونسبة مقوية بالماس للحجم نسبة للحجم اذا اول شيء % by mass or mass mass percent 2% by volume or volume volume percent 3% mass volume percent the first one percent by mass is the mass of solute in a solution divided by the total mass of solution multiplied by 100 multiplied by 100 percent by mass is the mass of solute in a solution mass of solute in a solution divided by the total mass of solution times by 100 طبعا هذه الصيغة الرياضية للقانون pierced by mass equal mass of solute over mass of solution times 100 the mass of solution must you know mass of solute plus mass of solvent mass of solute plus mass of solvent مثلا مثلا توضيح للمفهوم solution whose mass percent concentration 5 percent هذا يعني انه هذا المحلول يحتوي على 5 gram of solute bare 100 gram of solution bare 100 gram of solution bare 100 gram of solution هذا يعني 5 gram of solute plus 95 gram of solvent اذا احنا جمعنا هنا القتلتين قتلة المذاب وقتلة المذيب قتلة المذاب وقتلة المذيب نأخذ مثال على هذا الامر نبين كيف استخدامنا للقانون المثال بقول what is the percent by mass the percent by mass concentration of saccharose in a solution made by dissolving 7.6 gram of saccharose اي المذاب in 83.4 gram of water وهو المذيب طبعا الان احنا معروف عنا المذاب ومعروف عنا المذيب قدش كمية كل واحد منهم هو عاوز الان تركيز السكرose في هذا المحلول اذا لابد احنا نجمع المذاب مع المذيب عشان نحقق او نحسب mass of solution والmass of solute موجود عندي هاي الماس of solute اذا التطبيق مباشر هقول للقانون بقول انه mass per mass equal mass of solute over mass of solute times 100 equal 7.6 gram of solute في هذا الحال هو السكرose over the total mass of solute and solvent هاي solute and solvent times 100 وفي النهاية هتحصل على 8.4 percent النوع الثاني the second one percent by volume is the volume of solute in in solution divided by the total volume of solution multiplied by 100 percent by volume mathematicals volume of solute over volume of solution times 100 but volume of solution of volume of solution يعني مثلا لو ضفت محلولين على بعض المذيب المذيب والمذاب والاثنين عبارة عن liquid woods في هذه الحالة انا اشتغل على اثنين السوائل لما اضيف هم على بعض باش حيعطي القيمة او باش حيعطي الحجم الكلي بمجموع الحجمين يعني بمثلا لو انت جيت هنا مثلا نيوميريك الفاليو احنا جبنا قيمة عددية من الكنسانتراتي از بيرس انت باي فوليوم اي دايريك لي جيف دا نمبر اف ميلي ليتر اف سيليوت ان وان هندر ميلي ليتر اف سيليوت ذس وان هندر ميلي ليتر سامبل اف فايف بيرس انت فوليوم باي فوليوم الكحول ان ووتر سيليوت ان كونتين فايف ميلي يعني لو احنا اخذنا المحلول المكون من الكحول المذابة في الماء خمسة في المية نسبته حجما الى حجم او بالحجم حلاقي انه موجود اندي خمسة ميلي ليتر من الكحول مذابة في كمية كافية من السيليوت وانه هندرد ميلي ليتر اوف سيليوتر الان هنلاحظ ان الخمسة في المية في المية سيليوتر كود نط بي ميد باي ادن في ميلي ليتر هنلاحظ اوف الكحول ل ناينتي فايف ميلي ليتر اوف ووتر يعني ما نجلش نحسبها بهيك ما نقولش انه انا موجود عندي خمسة ميلي ليتر من الكحول وضفته على خمسة وتسعين ميلي ليتر من الووتر الان لما انت تحسب هيك في الحقيقة لما انت تيجي تشوف الحجم هيطلع الحجم اقل من الخمسة وتسعين الكلام هذا ممكن ان بي لك اياه هنا انظر هنا ال ايدنتيكال فوليومتريك فلاسك ار فلت 50 يملي ليتر éd تلي 100 ميلي ليتر اي ميلي 96 point مليليتر. اذا هنا لما احنا جبنا خمسين مليليتر بالضبط تماما من الكحول. وهنا خمسين مليليتر تماما من الووتر. المفترض لما نضيف خمسين على خمسين يطلع عند مية هنا بالضبط. لكن في الحقيقة لما اجينا نضيفنا الاثنين على بعض في دورق قياسي اخر وجدناهم بيعطوا ستة تسعين ونص مليليتر. ما يعطوش وان هندرد مليليتر. كما هو مطاقع. السبب في ذلك انه في بعض الكحول انتشر ما بين المسامات ما بين جزيئات الماء. فاختفت. وبالتالي لما اختفت قلت القيمة وهذا اللي عبر عنه في هذه الكور الموجودة هنا. هاي في عندنا جولز. مجوهرات. وفي عندي مجموعة من الكور. الان لما اجينا نضيف مجموعة المجوهرات للكور. وجدنا انه الحجم هنا مختلفش. يعني هاي هنا فضي. وحطناها هنا. الحجم مختلفش. طب ليش اش حجم مختلفش? قال لانه الجولز هاد الايه? حطناها لما انضفناها اجت في المسافات ما بين القوار. اجت ما بين مسافات والقوار وبالتالي ما اعطتش اه زيادة في الحجم الكل. هذا اللي هو ايه? اذا عشان هيك احنا بنقولش انه بدنا نعمل محلول خمسة. اه بيرسنت. فقط هنجيب خمسة ميلي لتر من الكحول. وان اه نزيد عليه اللي هو الووتر لما نيصل الى المية. لما نيصل الى حد المية تماما. هيك تبقى اقول انه في عندي اما ما اجيبش مثلا اه خمسة ميلي لتر من الكحول. واضيف عليه خمسة وتسعين ميلي لتر من الووتر. ما هطلعوش مية. اذا عشان هيك اجيب خمسة من الكحول اضيف عليهم كمية من الماء. حتى اصل الى الحد المطلوب وهو وان هندرد ميلي لتر. اصل الى وان هندرد ميلي لتر. طبعا هو اذا عشان هيك احنا بنقولش انا بدنا نجمع. لما نيجي نطبق القانون حنطبق القانون بدون انه ما نجمع. وحنشوف طبعا هذا الكلام في ساق الامثل. النوع الثالث اللي هو الماس فوليوم بيرسن. ماس فوليوم بيرسن. يعني المذاب بيكون بالكتلة. والمذيب او بيكون بالفوليوم. عشان هيك تقول ماس فوليوم بيرسن بساوي كتلة المذاب بالجرام على حجم المحلول بالملي لتر. على حجم المحلول بالملي لتر. اذا هيك تبقى اقول انه القانون بقول ماس فوليوم بيرسن is the mass of solute in a solution in a اذا كله طبعا لازم تضرب في مية لانه انا بتكلم عن نسب مئوي قاعدة. لازم تضرب في مية بتكلم عن نسب مئوي. برضو الحجم هنا ما يضافش ما يضافش عدد الجرامات الى المحلول. لانه هذا بالكتلة وهذا بالحجم. اذا في هذا حالة فقط هنوخد الحجم اللي احنا بنعتبره. يعني يعني في عندي معناها اثنين وثلاثة من عشرة اجرام من المادة المذابة من السوريوت. موجودة في ون هندرد ميلي ليتر اوف سوريوشن. موجودة في ون هندرد ميلي ليتر اوف سوريوشن. لازم تتلاحظ انه انا حطيت هنا ميت جرام يعني ما حسبتش هدول اتنين مع بعض ما حصل في الخطوة الاولى ماس اوبر ماس. اذا برضو هنا لما انا اقول ما ده اعني فيها ماس اوبر بوليوم اعني في انه في عندي 5.4 جرام في من ون هندرد ميلي ليتر. بكرر ان ون هندرد ميلي ليتر. الآن يوزي بيرسنت. يوزي بيرسنت. كونسنتراشن. يوزي بيرسنت كونفيرشن فاكتورز بدي أستخدم أنا التراكيز المقوية كعوامل التحويل كونفيرشن فاكتورز عامل التحويل الكلام هذا طبعا هنستفيد منه هنا هنشوف عامل التحويل يعني مثلا أقول مثلا أنا عندي تلاتمية وخمسة وسبعين جرام من الماء قدش يعطيني جولوكوز مثلا وزي ما كنا نقول كونفيرشن فاكتور قبل هيكد مثلا وان متر ايكول وان هندرد او هندرد مليون صانتيمتر يعني لما أنا نقول وان متر ايكول وان هندرد صانتيمتر كنت بقول أنه كونفيرشن فاكتور اما بيكون وان متر او وان هندرد صانتيمتر او بقول وان هندرد صانتيمتر على وان متر نفس الكلام في الكميات اللي هنا يعني الآن ما موجود عندي الكميات قديش قمية السكرز الموجودة مثلا عندي موجودة في 100 جرام لانه هنا بجرام وهنا بجرام اذا الان لما نحسب الكونفيرشن فاكتور هنقول انه الكونفيرشن فاكتور قديش الماء نسبة للمحلول يعني الماء بنسبة اللي قديش السكرز موجود عندي اذا بين اتنين هذولا حيكون في حاجة اسمها الكونفيرشن فاكتور هكون حاجة الكونفيرشن فاكتور اذا بقول الكونفيرشن فاكتور اما هو عبارة عن 2.75 جرام السكرز على 97.25 جرام ووتر اقلي بالنسبة هاته ثاني اقول 97.25 جرام ووتر اوبر 2.7 97.5 جرام سكرز على سكرز على 575 جرام السكرز وايج في حاجة 0.75 جرام السكرز على على النوع الأول على النوع الأول المثال هذا على النوع الأول إذن المثال هذا بقول أنه فيه عندي أنا 375 جرام من الماء استخدمت عشان تعطيني 2.75% تركيز مأوي ماس بير ماس من السيديوشن الساكروز إذن أنا بقول لي قديش عدد جرامات الساكروز قديش عدد جرامات هاو ماني جرامز للساكروز اللي أنا حضيفها لهذه الكمية من الماء عشان يعطيني هذا التركيز الماء إذن المسألة بسيطة جدا وإنما دام ماس بير ماس معناه أنه أنا الاثنين كتل فلما أجي أنا أحسب كتلة هاي عندي كتلة المذاب كتلة المذاب قديش بالساوي بالساوي هذا هو المذاب هذا هو المذاب 2.75% معناها عندي 2.75% 2.75% من 100 جرام لكل 100 جرام من المحلول طيب المحلول بش هو عبارة عن مجموع الماس للسوليوتز زائد مجموع الماس للسولفن مجموع الماس للسولفن بداية الحل حنقول أنه في عندي أنا 375 جرام من الواتر قديش بذو قديش فيهم عدد جرامات من الجيلوكوز قديش فيهم عدد جرامات من الجيلوكوز طيب هو المذاب قديش يا ترى المذاب ما احنا بنعرفه من قيمة التركيز هاي قيمة التركيز إذن قيمة التركيز هي عبارة عن 2.75 جرام من الساكروز في الحقيقة موجودين في 97.25 جرام من المية يعني معنى أنه 100 في المية أو 100 جرام من السوليوشنز كله مع بعض لأنه احنا بنقول أنه المجموع الكل هو 100 في المية إذن 100 جرام من السوليوشن نقص منهم المذاب حيعطيك عدد إجرامات المذيب وهو الماء إذن هذا الآن ما بين الاثنين هذولا هي نسبة الconversion factor نسبة الconversion factor إذن الconversion factor نسبة المذاب إلى نسبة المذيب نسبة المذاب إلى نسبة المذيب لكن أنا ما عنديش حقيقة مية بس مية أنا في عندي 375 جرام من المية إذن بدي أقول إذا كان كل 2.5 2.5 2.5 جرام من الساكروز بلزمهم سبعة موجودين مع سبعة وتسعين ونص وخمس وعشين في المية جرام من المية إذن 375 جرام من المية قديش موجود فيهم ساكروز إذن حضرب في الconversion factor حقول 375 جرام من المية مضروب في النسبة الconversion factor هذا 2.5 2.75 جرام جرام ساكروز على 97.25 جرام ووتر equal 10.6 جرام ساكروز سيعطيني القيمة من الساكروز هذا بالنسبة للمass over mass طبعا الجدول اللي هنا بيبين لك الconversion factors obtained from percent concentration units يعني الpercent concentration هنا mass over mass أو mass per mass هنا volume per volume وهنا mass per volume قال لك مثلا as example 15 percent 6 percent 25 percent كمثال هو جاب لك امثلة هذا ماذا يعني inwards ماذا يعني بالكلام هذا يعني بالكلام انه في عندي 15 جرام of sodium chloride في 100 جرام من solution 100 جرام من solution يعني انها موجودة في 100 جرام من solution وهذا بيعني ايه بيعني الconversion factor 15 جرام لكل 100 جرام من solution او 100 جرام من 15 جرام من الصلب الشيء ثاني الvolume بير volume يعني 6 ملة من المحلول على 6 ملة من solution 6 ملة من الميثانول اللي هو المذاب على 100 ملة من solution وبنفس الطريقة اه برضو في عندي 25 بير سنت mass بير volume ساكروز solution وهذا يعني انه 25 جرام of ساكروز in 100 ملي ليل ساكروز اذا 25 جرام ساكروز بير 100 ملي ليل او 100 ملي ليل solution على 25 جرام ساكروز نجي ناخد مثال اخر هذا المثال المرة بكلمنا عن mass بير volume عن mass بير volume نقول normal saline solution that is used to dissolve drugs for intervenance use in 0.9 to bare sin mass bare volume sodium chloride in water how many grams of sodium chloride required to prepare 35 0 mill liter of normal solution solution اذا احنا اجا في نير وبدأت احضر او بدو يحضر محلول ملحي نورمل محلول ملحي طبيعي عشان ندوب فيه لدراجز الادوية و لحقنه في المريض تركيز هذا بساوي 92 من 100 في المية 92 من 100 في المية mass over volume طيب قديش انا بدي من الصوديوم chloride الآن عشان احضر هذه الكمية في 35 ملي لتر من الصلاي نسي يوش قديش اذا الان بدي احسب انا كمية الصوديوم chloride كمية الصوديوم chloride انا بدي بس من المحلول 35 ملي لتر اذا من المحلول هاي 35 ملي لتر من المحلول حيكون فيها قديش من الصوديوم chloride احنا مش عارفين طيب عشان يجي نحسب المسألة هذا معروف عندي انا التركيز معروف عندي التركيز التركيز هذا يعني conversion factor هو نفسه يعني conversion factor يعني كميتين نسبة لبعضهم وهي كمية بالمس نسبة لكمية من الحجم اذا 92 من 100 يعني يعني ايه يعني 92 من 100 على 100 في المية على 100 يعني هاي 92 من 100 على 100 من انا بدي منهم 35 ملي لتر اذا 35 ملي لتر ضرب ويساوي عندي 32 من 100 مية لسوديم اكلورايت اذا اهم حاجة تقدر انت تصل للكون والكمية اعطاك هي عبارة عن بس بدل انا بكتب في المية بكتب على مية يعني 92 من مية على مية نجد تكلم عن المولاريتي هذا النوع الثاني من الطريقتين اللي احنا بنعبر عنهم في التركيز بهم اذا المولاريتي برضو واحدة من وحدات التعبير عن التركيز اذا المولاريتي هي المولاريتي المولاريتي ماذا تعني عندي المولاريتي المولاريتي is the malls of salute هو عبارة عن malls with salute in a solution divided by the letters of solution تمام اذا هنا بقول انه المولاريتي هي عبارة عن عدد مولات المداب على الحجم بالليتر على حجم المحلول بالليتر اذا m المولاريتي m capital letter بش small letter m capital letter polarity بتساوي number of malls of salute على volume of solution per liter اذا لازم تكون موجود بالliter لازم تكون موجود بالliter يعني لو كان عندك موجود بالمل liter معناه انه انت هتحول الى liter نجح نشوف مثال على هذا الامر بقول determine the polarities of the following solutions احسب المولارية للمحليل الاتية انا في عندي اربعة وخمس وتلاتين ملي لتر اه خمس وتلاتين مولز اذا عدد المولات هنا معروف قديش من البوتاسيوم برمنجانيت هذه مدابة في كمية كافية من الماء عشان تعطين كمية كافية من الماء 750 ملي لتر من السليوشن اذا هذا اول مطلوب المطلوب التاني طبعا هذا المطلوب الاول اللي هو حل مباشر حل مباشر اذا ايش مطلوب عندي هنا عايز هو المولارية المولارية اذا احسب المولارية عندما يذاب اربعة وخمس وتلاتين من مية مول من البوتاسم بر مانجانيت في كمية كافية من الماء مقدارها او 750 ملي لتر من المحلول المطلوب التاني احسب المولارية 20.0 جرام من الصوديم اكلورايد هنا اعطاك اياه القيمة الصوديم اكلورايد بالجرامات مش من المول هل احسب احسب اله لتحول 1.50 لتر من السل اذا في السؤال الاول سنحل مباشرة السؤال الاول سنحل بشكل مباشر طبعا هنا ستحول مباشرة من ملي لتر الى لتر ستقسم على 1000 ستقسم على 1000 سيطلع عندك 0.750 لتر خلاص انتهينا منه اذا نحسب المولارية اذا المولارية المولارية النمبر اوف مولز انا عندي هاي النمبر اوف مولز هاي موجودة عندي اذا 34 من مية مولز من بوتاسيوم برمانجانيت على 0.75 0 لتر سيليوشن وبساوي في النهاية 5.8 0 اذا هذا نتيجة القسمة الاتنين هادول على بعض طبعا لكن انت اصحى تنسى الوحدات تقول مول بير لتر بير لتر مول من البوتاسيوم برمانجانيت بير لتر اذا احنا هنعبر عنها مول بير لتر اذا المولارية تحسب بالمول بير لتر اذا هنا في الاجابة كتبنا مول بير لتر اللي هي موجودة هنا او اذا كان انت مغلباك اكتب م كابتال لتر وخلصنا لانه م كابتال لتر تعني مول بير لتر هاي المطلوب الاول خلصنا منه المطلوب الثاني الفوليوم كان موجود عندي بالليتر خلصنا منه مفيش مشكلة بالفوليوم اللي الثاني موجود عندي بالليتر لكن هو الكتلة اعطانيها بالليجرام الكتلة اعطانيها بالليجرام كيف الكتلة اعطانيها 20.0 جرام من هيدروكسيد الصوديوم طب انا عشان احول هالامولات معناها بدي اشوف الكون فاكتور ل العدد المولات اللي هو الصوديوم هيدروكسيد احنا بنقول انه كل واحد مول وهذا اخذناه من قبل كل واحد مول من اي مادة بساوي الوزن المولر ماسي بتاعتها الكتلة المولية بتاعتها يعني واحد مول من الهيدروجين بساوي الكتلة المولية للهيدروجين واحد مول من الكلور بساوي الكتلة المولية للكلور واحد مول من الصوديوم بساوي الكتلة المولية للصوديوم طب واحد مول من الصوديوم هيدروجين معناها بتساوي الكتلة المولية للصوديوم هيدروجين صحيح اذا الصوديوم 23 اجمع مال الاكسوجين 16 والهيدروجين 1 23 و17 هايصار 40 اجرام اذا الاثنين هذولا مثلوا كل واحد مول من الصودم هيدروكسايد بساوي 40 جرام من الصودم هيدروكسايد هاد اسمها بنعمل منها الكونفيرشن فاكتور يبقل الكونفيرشن فاكتور واحد مول لكل اربعين او بقول كل اربعين جرام من الصودم هيدروكسايد لكل واحد مول هذول الصورتين من صور الكونفيرشن فاكتور عشان هيك انا بقول لازم احول من جرام الى مولات عشان احول من جرام الى مولات حضرب في الكونفيرشن فاكتور اقول 20.0 جرام صودم هيدروكسايد times 1 مول صودم هيدروكسايد over 40.00 جرام صودم هيدروكسايد اختصر الصودم هيدروكسايد مع الصودم هيدروكسايد هيضل عندي هنا عدد المولات اذا عشرين على 40 وساوي 0.500 مول من الصودم اذا جبنا احنا هيك العدد مولات الصودم خلصنا من عدد مولات الصودم اذا مدام جب العدد مولات الصودم يحنروه على طول نطبق في القانون اللي احنا أخذنا اللي هو عدد مولات المذاب اللي هو الهيدروكسايد الصودم على الحجم بالليتر وهو موجود عندي بالليتر ويعطيني الجواب الموجود الآن using using molarity as conversion factor ما خلصنا من القضية هذا وشفناها وتكلمنا عليها الآن اللي هو استخدام المولارية كconversion factor وخلصنا منها شفناها الآن كيف احنا استخدمنا المولارية كconversion factor لمن اقول انه المولارية هي عبارة عن number of more على الحجم باللتر او اقول الحجم باللتر على number of solute هذه اللي احنا بنعبر عنها بusing molarity as conversion factor طبعا هنأخذ الآن السؤال example how many grams اذا احسب عدد الgramات للسكرز واعطاني المولار الصيغة الجزائية بتاعته الفورميولا بتاعت الشجر في 185 مليليتر اذا هذا هو الحجم بالمليليتر العطاقية of two point five zero more saccharose solution اعطاني التركيز اذا انا موجود عندي الان موجود عندي الصيغة الجزائية للسكرز موجود عندي الحجم موجود عندي التركيز المولارية بده تحسب عدد الجرامات بده نحسب عدد الجرامات طبعا في عندي الخارطة اللي الان بنمشي عليها المليليتر بتتحول لليتر ولتر الى مولز والمولز الى اجرام اذا هو مطلوب مني عدد جرامات اذا المطلوب دايما بيكون في الاخر والمعطى يعطيني اياه في الاول هو معطيني 185 مليليتر اذا لازم احطه في الاول بعدين اجسم على 1000 عشان يعطيني بالليتر بعدين اضرب في الكونفيرشن فاكتور وبعدين احاول الى الجرامات اذا انا اقول هنا 185 مليليتر من المعطى والسوليوشن بساوي قديش اجرامات من السكروز اللي هو التيبل شجر طبعا قلتك عشان نحل هذه المسألة بدنا نمشي بهذا المسار نمشي بهذا المسار الباثوي اول شي احول المليليتر الى لتر اذا نحضره في 10 رس ناقص 3 لتر السوليوشن لكل واحد مليليتر من السوليوشن طبعا لاحظوا انه هنا اصناقص 3 اصناقص 3 اصناقص احول من المليليتر الى اللتر اصناقص المليليتر مع اللتر ويظل عندي هنا فوق اللتر اذا المطلوب دايما يكون فيه البسط المطلوب دايما يكون عندي فيه البسط ضرب 2.50 مليليتر مول من كل واحد مول كل 2.50 مول من الساكروز لكل واحد لتر من السوليوشن وهذا نجبناها من هان لانه انا قلتك ان المولارية تعني عدد مولات للليتر number of moles per liter وهنا نجبناه هذا هو اسمه conversion factor يعني هذا لو انت قلت عنها مول بدأ ترفع م تحط مول per liter مول على لتر ما هو هاي صار conversion factor هاي مول على لتر لانه هو conversion factor بحد ذاته وطبعا احنا اخترنا الصيغة هاي ليش عشان نختصر اللتر مع اللتر هان ضرب عشان احول من مول لجرام معناه بدأ استخدم اللي هو المولر mass ادن كل واحد مول من السكروز بيعطيني قديش جرامات من السكروز طبعا هتقول اتناعش في اتناعش زايد اتنين وعشرين في واحد زايد احداش في ستاش ومجموعهم بيطلعوا تلاتمية واتنين واربعين واربعة وتلاتين مية جرام من السكروز لكل واحد مول من السكروز لكل واحد مول من السكروز طبعا الكنفيرشن فاكتور اما يكون هذا المقب تلاتمية والعربعين واربعة واتن مية جرام لكن احنا اخترنا الصورة هذي لان هي اللي بتناسبنا في الحل عشان يكون واحد مول حيروح مع المول وفي النهاية حيضل عندي عدد الجرامات اللي هو مطلوب في السؤال لأنه في السؤال قال لك how many grams إذن هو المطلوب في السؤال لازم يكون هو اللي في البسط إذن حيكون عندي في النهاية بعد ما نعمل عملية الجبرية arithmetic we find that the answer one hundred and fifty eight grams of saccharose نأخذ مثال آخر برضو مثال بقول typical dose of two sulfate في عندي جرعة من كبريتات الحديد الثنائي fe SO4 استقدمت لعلاج deficiency للانيميا يعني واحد عنده مرض الانيميا هذا المرض استخدمنا له في العلاج لأنه مرض الانيميا طبعا بكون فيه عنده نقص في الحديد فاستخدمنا له كبريتات الحديد الثنائي او الفرس صالفيت او الفرس صالفيت اخذنا منه 35 من 100 جرام هاوữa هملي ميلي الترز اذا هو طالب لي كديش عدد الميلي ليتر كديش عدد الميلي ليتر من كبريتات الحديد الثنائي المطلوب عندي how many milliliters من كبريتات الحديد الثنائي اللي تركيزها 0.10 مول اذا اعطاني التركيز للمادة واعطاني عدد الجرامات لها اذا هو عايز فقط الحجم بالمليليتر عايز الحجم مش بالليتر عايز الحجم بالمليليتر اذا هنجيب الحجم الحجم الموجودة عندي بالليتر وحنحوله الى مليليتر هنتبع طبعا في الحل في السيديوشن عندي هنا اقول انه the given quantity is 35 من 100 جرام من الكبريتات الحديد الثنائي كيف عدد المليليتر هي المجهولة اذا قديش عدد قديش اجرامات في مليليتر اجرامات موجودة عندي مليليتر مجهولة عندي اذا لازم اخلي دايما المطلوب هو في الاخر هاي مليليتر هو في الاخر والمعطى هحطه في الاول المعطى هو اعطاني 35 من 100 جرام من كبريتات الحديد الثنائي اذا هقول عشان اصل من جرام الى مليليتر معناه بدي امشي في هذا المسار اول حاجة اقول جرام احاوله لمول والمول احاوله لليتر والليتر احاوله للملي لتر العملية هادة حتى اجتاج مني استخدام الكونفيرشن فاكتور اذا هقول 0.35 جرام ف اي اس او فور تايمز اضربها عشان احاول ملي جرام للمولز معناه بدي استخدم المولر ماس اذا كل واحد مول من كبريتات الحديد الثنائي على مية وواحد وخمسين واتنين وتسعين من مية جرام من كبريتات الحديد الثنائي اذا جمعنا هنا الحديد مع الكبريت مع اربعة في ضرات من الاكسوجين بعدين هقول ضرب عشان احول من مولز الى لتر حول من مول الى لتر كيف كان الآن التركيز كان عندي كان عندي التركيز واحد من عشرة ام يعني واحد من عشرة مول لكل لتر او واحد لتر على واحد من عشرة مول اذا احنا اخترنا الصورة الثانية من conversion factor ليش لانه انا مطلوب عندي هنا المول لازم يكون في عندي مول حتى اختصرهم مع بعض ومطلوب عندي اللتر فوق لازم يكون لانه هو المطلوب عشان يحوله الى ملي لتر اذا هقول من لتر الى ملي لتر اذا كل واحد ملي لتر بساوي عشرة او سالب ثلاثة من اللتر عشرة او سالب ثلاثة من اللتر وبالتالي بنعمل عملية جابرية ونطلع عدد الملي لتر من السلوشن الدليوشن اللي هو التخفيف التخفيف ما هو التخفيف ايش الدليوشن is the process in which more solvent is added to a solution in order to lower it is concentration يعني الدليوشن معناها انه انا التخفيف انه هي عملية بتنفي من خلالها اضافة المزيد من المذيب الى المحلول لخفض التركيز بتاعه عشان نجلل التركيز بتاعه يعني لو كان عندي مثلا بيكر موجود في تركيز معين من السكر انا عايز اخفف التركيز السكر هذا يعني ما خلوش حيله كتير زي ما احنا بنشوف في الشاي وغيره من انا يعني بديش ايه مخفف اذا ايش بديش ايه مركز اذا عشان اخففه بأضيف له شوية مي اي بأضيف له شوية solvent عشان انا اخففه وهذا الكلام الموجود في العصير الجوز هاي موجود في الجوز الجوز هذا مركز مثلا اذا عشان انا اخففه لازم اضيف له مي اخفف الجوز بدون ما يكون مركز في العلاء بتاعته اضيف له شوية مي عشان اخففه يكون مقبول لدرينكينج اذا القانون بقول انه الكنسنترation of stock solution اللي هو قبل التخفيف يعني هاده المسألة من هان لهان قبل التخفيف ومن هان لهان بعد التخفيف اذا هنا الكنسنترation of stock solution الموجود عندي في الفوليوم of stock solution بالسبب الكنسنترation of diluted solution times volume of diluted solution عبرنا عن الكونسنتريشن للستوك C S C تعني الكونسنتريشن S تعني الستوك وهنا V بالساوي الكونسنتريشن للدليوتد في الفوليوم للدليوتد إذن صار في عندي أنا علاقة لو كان عندي مثلا أنا بدي أوجد التركيز هنا مثلا اللي بدي C D اللي هو تركيز الدليوتد سوليوشن هقول بساوي C S V S over V D هنشوف طبعا المثال هذه الصورة من الصور وممكن تخصل على عدة صور من هذه العلاقة مثلا في عندي نيرس ممرض wants to prepare 1.0% mass bare volume يعني بدي يحضر من نطرات الفضة محلول التركيز بتاعه بساوي 1% كتلة للحجم من 24 مليليليتر 30.0% mass over volume stock solution of silver nitrate من stock solution تاع silver nitrate how much اذا هذا هو المطلوب how much water should be added 24 مليليتر ملي stock solution اذا انا بدي اضيف مي على 24 مليليتر اللي اعطاني اياها اللي هي تركيزها 3 طب هو بده تركيزها كتلة اذا انا عندي تركيزين الان تركيز هو اعطاني اياه وإله حجم وهذا هو التركيز الاصلي تاعي المادة وعطاني قديش هو بده التركيز الجديد قديش التركيز الجديد المطلوب عندي هيصار فيه عندي معطا 2 3 يعني الحجم موجود عندي التركيز موجود عندي التركيز الثاني المطلوب برضو معروف عندي ضل عندي قديش حجم الماء اللي انا بدي اضيفه طبعا لازم الاحظ هنا هو طبعا مسهل عليك وقال لك stock solution يعني هذه القيم تعت stock solution اذا هاي stock solution وهاي التركيز ضل عندي volume اذا VD بالساوي CS times VS على CD هذا الكلام اللي هو موجود هنا تمام بساوي قديش stock solution تركيزه 3.0% mass over volume الvolume قديش تركيز قديش الvolume هنا 24 ملي ليل على تركيز diluted اللي هو مطلوب عندي 1.0% mass over volume حنلاقيه بالساوي 72 ملي ليتر 72 ملي ليتر طب قديش الاضافة هذا 72 ملي ليتر هي الكمية الكلية اذا الكمية المضافة من الماء بالساوي الكمية الكلية ناقص الوليوم للستوك سيديوشن اذا الكمية الكلية 75 ناقص ال24 ملي ليتر بالساوي اذا انا بدي اضيف على الكمية اللي هو اعطاني اياها بس 48 ملي ليتر اضيف عليها 48 ملي ليتر والى هنا نتوقف والى اللقاء في محاضرة اخرى ان شاء الله تعالى اشتركوا في القناة